موسيقى بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا فيكم في شرح الدرس الأول من الوحدة الثالثة من كتاب الرياضيات للصف الخامس الدرس الأول بعنوان ضرب عدد صحيح في عدد أو في كسر عشر ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي روابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكم كثيرا وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ نجي لنشاط واحد نشاط واحد بيحكي ليه؟ اتفق سالم وزوجته خلود على طبليت صاحب بيته باستخدام نوعين من البلاط مربع الشكل طول الضلع النوع الأول 6 من 10 متر زي ما احنا شايفين هذا طول الضلع للنوع الأول وطول الضلع النوع الثاني point أو فاصلة 35 من 100 متر اكمل الفراغات في الجدول الآتي لمعرفة طول كل من الأعداد الآتية من البلاط اذا كان في عندي 10 بلاطات اذا كان في عندي 100 اذا كان في عندي 1000 زي ما احنا شايفين عندي الكسر العشري اللي هو طول البلاطة 6 من 10 أو 35 من 100 وعندي لو كان عدد البلاط 10 لو كان عدد البلاط 100 لو كان عدد البلاط 1000 بدي عبد جدول طيب بعرفش اي اذا احنا اخدنا قبل هيك واول مهم يمكن انتوا نسيته هذكركم لما نضرب العدد العشري بعشرة العشرة فيها كم سفر؟ فيها سفر معناها رح نحرك الفاصلة خانة واحدة الى اليمين لما بجسم العدد العشرة عشرة بنحرك الفاصلة خانة واحدة الى اليسار ولكن انا الان بأضرب فبالتالي حرك الفاصلة العشرية خانة واحدة الى اليمين فلما تتحرك الفاصلة عندي هنا بتصير 6 زي ما احنا شايفين بنحرك الفاصلة هنا خانة فبتصير 6.0 يعني 6 لما هنضرب في 100 المية كم سفر الها سفرين فبالتالي هحرك الفاصلة العشرية خنتين هحركها خانة هتصير بعد الستة وحركها كمان خانة طب ما فيش عندي رقم هنا إذن هحط سفر فهتصير ستة سفر وبعدها الفاصلة العشرية فبتصير ستين زي ما احنا شايفين ستة سفر وبعدها الفاصلة العشرية طب لو ضربناها في ألف رح حركها تلات خانات ستة سفر سفر فاصلة سفر الستة الفاصلة العشرية بنحركها خانة بتصير 6 طيب بدي حركها كمان خانة بدي أحط صفر بدي حركها كمان خانة بدي أحط صفر وهي الفاصلة العشرية هيك أنا بكون حركتها 3 خانات بنفس عدد الأصفار للعدد اللي أنا ضربت فيه لهو 1000 طيب 35 من 100 نفس الطريقة حنحرك الفاصلة العشرية لما نضربها في 10 بنحرك الفاصلة العشرية خانة واحدة بس فبتصير بين 3 وال5 بتصير 3.5 طيب لما نضربها في 100 بدأ حرك الفاصلة العشرية خانتين واحدة 2 فبتصير الفاصلة العشرية بعد الخمسة فبتصير 35.0 يعني 35 طيب لما نضربها ب1000 أكم خانة لازم نحرك الفاصلة العشرية 3 خانات طب عندي خانتين فيه أعداد وخانة فيش فيه أعداد معناها رازم نضيف 0 وبنحط الفاصلة بعد السفر فبتصير 350.0 يعني 350 طيب أناقش كيف تم تحريك الفاصلة العشرية في النتائج تم تحريك الفاصلة العشرية إلى اليمين حسب عدد الأصفار لا العدد اللي أنا بضرب فيه طيب بحكي لي أتعلم عند الضرب كسر عشري في عشرة أو مية أو ألف أو مضاعفاتهم يعني عشر تلاف مئة ألف فإننا نحرك الفاصلة إلى اليمين عدداً من المنازل مساوياً لعدد الأصفار يعني بنحرك الفاصلة إلى اليمين عدد من المنازل مساوي لعدد الأصفار إذا كان ضربت في عشرة بنحرك خانة واحدة إذا كان ضربت في مية بنحرك خانتين في ألف تلت خانات وهكذا طيب نيجي لنشاطة اتنين في صفحة 55 اقرأ الكسور العشرية والأعداد العشرية الممثلة على لوحة المنازل حنيجي نقرأ هذه العداد العشرية زي ما احنا شايفين في عند العدد الصحيح بعدها الفاصلة بعدها جزء من عشرة جزء من مية جزء من ألف جزء من عشر تلاف لاحظوا العدد هذا إيش بساوي اتنين فاصلة تلاتة سبعة يعني اتنين فاصلة تلاتة وسبعين من مية اثنان فاصلة تلاتة وسبعين من أكام من مية تلاتة وسبعين من مية طبعاً هنا ما فيش عندي لا جزء من ألف ولا عندي جزء من عشر تلاف طيب عندي هنا العدد الصحيح سفر وعندي 819 من أكام من ألف ليش لأنه ثلاث خنات عشرات مئات ألاف فبالتالي 819 من ألف التالت 300 أو 3000 وستمية واربعة وعشرين من أكام من عشر تلاف الرابع 72 من أكام من عشر تلاف ليش لأنه 72 في بعديها سفرين فبالتالي أكام خانة موجودة عندي أربع خنات أربع خنات أنه عدد له أربع أصفار اللي هو عشر تلاف فبالتالي 72 من عشر تلاف بقرأ كما في المثال 1.75 من 100 تقرأ 1 صحيح وخمس وسبعون من 100 طبعا زي ما احنا شايفين سفر فاصلة سبعة خمسة سفر يعني سبعمية وخمسين من ألف أو خمسة وسبعين من مية بنقدر نحكيها على الجهتين يعني خمس وسبعون من مئة هنا عندي برضو خمسة وسبعين من مية أو بقدر أجراها سبعة تلاف وخمسمية من عشر تلاف التنتين بنفس الطريقة بس بنفعش أحكي خمسة وسبعين من عشر تلاف هذا غلق لأنه خمسة وسبعين من عشر تلاف هيك بكتبها هذه خمسة وسبعين من عشر تلاف أما هذه خمسة وسبعين من مية أو خمسة أو سبعة تلاف وخمسمية من عشر تلاف طيب 24 صحيح فاصلة أو 87 من أكام من ألف ليش؟ لأنه عندي ثلاث خنات ثلاث صفار فبالتالي من ألف و 87 من ألف نجي لنشاط ثلاثة للاحتفال بشفاء جارتهم اشترت ولاء ورباب كعكة حيث قسمت إلى عشرة أجزاء متساوية يعني الكعكة قسمناها العشر أجزاء أكلت كل من ولاء ورباب جزءا واحدا منها وأكلت كل من هناء وسعاد جزئين الكسر العادي الذي يعبر عن ما أكلته كل من ولاء ورباب هو واحد على عشرة ويكتب على صورة كسر عشري واحد من عشرة مجموع ما أكلته ولاء ورباب ككسر عشري ايش بيساوي واحد على عشرة زائد واحد على عشرة يساوي اتنين على عشرة زي ما عارفين بنجمع البسط والمقام بيضله زي ما هو اتنين ضرب واحد من عشرة ايش بيساوي 0.2 يعني 2 ضرب 1 من 10 بيطلع 2 من 10 طيب الكسر الذي يمثل ما أكلته كل من هناء وسعاد على صورة كسر عادي هو 2 على 10 ليش لأنه كل واحدة أكلت جزئين من 10 ويكتب على صورة كسر 10 2 من 10 مجموع ما أكلته هناء وسعاد ككسر 10 إيش هو 0.2 زائد 0.2 إيش بيساوي 0.4 جزئين من 10 وجزئين من 10 إيش بيساوي 4 من 10 لهو بيساوي 2 ضرب 2 من 10 2 ضرب 2 من 10 إيش بيساوي أيضا 4 من 10 بلاحظ أنه 2 على 10 زائد 2 على 10 إيش بيساوي 4 على 10 الأربعة على 10 هي نفسها الأربعة من 10 يعني 4 أجزاء من 10 طيب بإيش بيفيدني هذا الإشي نيجي نعرف نيجي لنشاط أربعة لون محمد باللون الأحمر 28 جزء من الشكل المجاور المكون من 100 جزء متساوي ولون 28 جزء آخر باللون الأخضر يعني فيه عندي 28 لون ملونين باللون الأحمر و28 جزء من 100 ملونين باللون الأخضر الكسر العشري الذي يمثل الجزء الملون باللون الأحمر هو 28 من 100 ليش؟ لأن 28 من 100 هي نفسها 28 على 100 وهو العدد اللي لونه أحمد باللون الأحمر ونفس الإشي نفس الكسر اللي لونه باللون الأخضر اللي هو 28 من 100 مجموعة الكسر العشرية التي تمثل ما لونه باللونين اللي هو 0.28 وبرضو 28 من 100 إيش بيساوي 28 و28 من 100 28 و28 إيش بيساوي 56 من 100 مش هو الأول من الرسم 56 جزء من 100 فبالتالي 28 من 100 ضرب 2 وبساوي 56 من 100 إيش بيلاحظ؟ بيلاحظ أنه عدد الأجزاء اللي لونها من الرسم هي نفسها حاصل ضرب 28 من 100 ضرب 2 طيب نيجي اللي أتعلم لضرب كسر عشري في عدد صحيح يعني لو نضرب عدد عشري في كسر صحيح زي ما توضربنا 28 من 100 ضرب 2 عدد كسري في عدد صحيح فإننا نضرب العددين كم أه في الأعداد الصحيحة تماما ثم نضع الفاصلة بحيث يكون عدد المنازل العشرية في ناتج الضرب مساويا لعدد المنازل العشرية في الكسر العشري نيجي نشوف إيش بيحكي لنا بقول لي لما أنا أضرب عدد كسري اللي هو 28 من 100 ضرب عدد صحيح كيف بدنا نحل هذا الإشي بقول لي بأنسى إنه فيه فاصلة نهائيا في العدد العشري زي كأنه هذا العدد هو 28 فقط بضرب 28 في 2 بعدها بأضيف الفاصلة بعد عدد الخنات اللي موجودة عندي في الكسر العشري اللي هم خنتين طيب إيه كيف يعني إيه كيف بدأ أسوي هذا الإشي 28 ضرب 2 56 الآن بدأ أحط الفاصلة طب وأنا أحط الفاصلة أكم خانة العدد العشري فيه خنتين معناها بدأ أحط الفاصلة العشرية بعد خنتين هي خانة خنتين بعدها بأحط الفاصلة العشرية طبعا بعدها سفر ما فيش أي شي فبالتالي هيطلع عندي حاصل ضرب الكسر العشري ضرب العدد الصحيح فبالتالي بنضرب العددين ولا كأنه فيه فاصلة عندي وبعدها بنشوف الكسر العشري أكم خانة فيه خنتين بحرك الفاصلة في العدد الناتج خنتين إلى اليسار زي ما احنا شايفين خانة خنتين وبنحط الفاصلة هذا بطلع عندي ناتج ضرب عدد أو كسر عشري في عدد صحيح طيب نيجي عندي إلى النشاط خمسة بدنا نضرب على هذا الإشي أضع الفاصلة في مكانها الصحيح في الناتج بدي أشوف أنا وين بدي أحط الفاصلة في الناتج عشان نعرف هل إحنا بنعرف نحط الفاصلة صح ولا لا طيب تسعة من عشر ضرب تمانية محلولة عندي سبعة فاصلة اثنين ليش تسعة في تمانية نين وسبعين طب وين بدي أحط الفاصلة في اثنين وسبعين أكم خانة موجودة عندي في الكسر العشري خانة واحدة فبالتالي رح أحط الفاصلة بعد خانة واحدة ليعني بعد التنين فبتسير سبعة فاصلة اثنين من عشرة طيب نيجي لباه هذا بدنا نحلها عندي سبعة وتمانين ضرب ثلاثة سبعة وتمانين ضرب ثلاثة حلل إياها مدين إياها ماتين واحد وستين طب وين بدنا نحط الفاصلة بدأ أشوف الكسر العشري كم خانة فيه خانتين معناها رح أحط الفاصلة بعد خانتين هاي خانة هاي خانتين حطينا الفاصلة يعني 2.61 من 100 سؤال جيم 25 من 100 ضرب 4 وعند الناتج 100 25 ضرب 4 بساوي 100 طب وان بديد حط الفاصلة 25 فيها خنتين معناها بديد حط الفاصلة بعد خنتين فبتصير 1.00 يعني بساوي 1 لان 1.0 هي نفسها الواحد فهيكا انا بأضرب كسر عشري في عدد صحيح نيجي الان لنشاط ستة ونحل الاسئلة الموجودة عندي 2 ضرب 3 من 10 زي ما حكينا عدد عادي او عدد صحيح في كسر عشري نضربهم في بعض ولا كأن الفاصلة موجودة 2 في 3 ايش بساوي 6 طيب واذا بدنا نحط الفاصلة الكسر العشرة كان خانة في خانة واحدة معناها بدنا نحط الفاصلة بعد الخانة واحدة من الرقم الموجود عندي يعني بعد الستة فحيصير ايش العدد موجود عندي 0.6 طيب نيجي لباب 4 ضرب 16 4 في 16 ايش بساوي 4 في 16 بساوي 64 طيب الخانة العشرية او الفاصلة العشرية واذا بدنا نحطها بدنا نشوف الكسر العشري اكم خانة عشرية فيه فيه تنتين فبالتالي بنعد 1 اتنين بعدها بنحط الفاصلة العشرية وبعدها سفر 4 في 123 4 في 123 قدش بطلع ممكن احسبها لحالي اجي 4 123 ضرب 4 4 في 3 ايش بساوي 12 اتنين وبالياد 1 4 في 2 ايش بساوي 8 8 1 9 4 في 1 بساوي 4 فبطلع عند الجواب 492 طب ضل بدي اعرفون بدنا نحط الفاصلة طب الكسر العشرية فيه ثلاث خنات معناها بدنا نحط الفاصلة بعد ثلاث خنات واحدات انتين ثلاثة بحط الفاصلة اذا ما فيش عدد بعديها بنحط صفر فبطلع عند الجواب 492 من الف طيب نص او خمسة من عشرة ضرب عشرة ايش بساوي 5 في عشرة بساوي 50 ضربتم في بعض ولا كأنه فيه فاصلة عشرية بعدها بدي اشوف اكم خانة موجودة عندي في الكسر العشرية خانة واحدة معناها بدنا نحط الفاصلة العشرية بعد خانة واحدة يعني بعد السفر بين السفر والخمسة طب تطلع النتيجة ايش خمسة فاصلة سفر يعني خمسة خمسة صحيح طيب ها بتساوي 100 ضرب 48 احنا حكينا لما يكون في عندي اي عدد عشري مضروب في مية بنزيح الفاصلة حسب عدد الاصفار اللي موجودة عندي باتجاه اليمين فبالتالي رح نزيح الفاصلة خانة واحدة ورح نزيح الفاصلة كمان خانة فبتسير 48 هذا هو الناتج زحت الفاصلة خنتين زحتها بالاول لعند الاربعة وزحتها لعند التمانية فبتسير 48 ليش لانه انا ضارب في مية والمية الها سفرين فزحنا الفاصلة خنتين طيب 709 من 1000 ضرب 1000 نفس الطريقة بما انه انا ضربت في 1000 اي عدد او كسر عشري بنضربه في 1000 بنحرك الفاصلة حسب عدد الاصفار اللي موجودة عندي اللي هو ثلاث اصفار فبنحرك خانة خنتين ثلاثة فبتسير الفاصلة بعد التسعة يعني عندي الجواب 709 فاصلة سفر يعني 709 709 فاصلة يعني 709 طيب وفكر قال ماجد ان ناتج ضرب 8 في 72 يساوي فاصلة 576 من 1000 طيب هل اصاب ماجد ام اخطأ اتحقق من صحة ما قال ماجد باستخدام الالة الحاسبة طبعا انا بقدر اتحقق بدون ما استخدم الالة الحاسبة نيجي نشوف 72 ضرب 8 ايش بيساوي 8 في 2 ب16 فبالتالي بيضال في اليد واحد 8 في 7 56 وواحد 57 طيب طلع عندي نفس الرقم اللي طلع عند ماجد طب اكم وين بقدر احط الفاصلة بدأ اشوف العدد الكاس العشر اكم خانة فيه فيه خنتين فحنحطها بعد خنتين فبالتالي العدد بيساوي 5.67 هل هو نفس العدد اللي طلعوا ماجد لا غلط باقول له حل ماجد غلط ليش لانه لما انا ضربت العددين في بعضه حركت الفاصلة خنتين بيطلع عند الرقم الصحيح 5.67 يعني 5.76 من 100 طيب نيجي للتمارين والمسائل نيجي للتمارين اللي عندي اضع الفاصلة في مكانها الصحيح في الناتج يعني بدنا نحط الفاصلة في مكانها الصحيح اول حاجة الف بوينت 9 يعني فاصلة 9 9 من 10 ضرب 6 ايش بتساوي 54 طيب وين بدنا نحط الفاصلة بدنا اشوف الكسر العشري اكم خانة فيه خانة واحدة فبالتالي بنحط الفاصلة بعد خانة واحدة من الاربع فبتسير الناتج 5.4 طيب با 42 من 100 ضرب 8 بيطلع عندي 42 ضرب 8 ست تلاتمية وستة وتلاتين طيب وين بدنا نحط الفاصلة بما انه في عندي خنتين هنا فهنحطها بعد خنتين خانة خنتين طيب 100 ضرب 92 من 100 زي ما حكينا لما نضرب 100 في 92 فبالتالي بيطلع عندي 9200 طيب وين بدنا نحط الفاصلة بعد خنتين ليش لانه العدد او الكسر العشري موجود فيه خنتين فبالتالي هنحطها بعد السفرين طبعا انا بعرف بدون هذي الاشي انه المية لما اضربها في عدد او كسر عشري بنحرك الفاصلة خنتين فبنحرك الفاصلة خانة هان وخانة هان فبتصير الفاصلة بعد التنين هذي ايضا طريقة تانية للحل طيب دال 329 ضرب 7 من 10 زي ما احنا شايفين 329 في 7 من 10 مديني الناتج طب قديش بدأ حرك الفاصلة بما انه الكسر العشري في خانة واحدة فبنحركها خانة واحدة فقط زي ما احنا شايفين فبيصير الرقم 230 فاصلة 3 ها 1000 ضرب 034 من 1000 يعني عندي هنا الرقم هذا 34 من 1000 ضرب 1000 قلنا لما نضرب في 1000 او 10 او 100 بنحرك الفاصلة لليمين حسب عدد الاصفار اللي موجود عندي موجود عندي في الالف 3 اصفار فحنحرك الفاصلة 3 خانات خانة خانتين ثلاثة فحتصير بعد الاربعة هنا وبنكتب هذا الكلام يعني بعد الاربعة مباشرة رح يكون في عندي فاصلة فبالتالي الجواب عندي هو 34 طيب سؤال اتنين بحكي لي اجد ناتج ما يلي بدنا نجيب ناتج عمليات الضرب هدي زي ما حكينا بنتخيل كأنه الفاصلة مش موجودة وبنضرب العدد في العدد بعدها بنحط الفاصلة حسب الخنات اللي موجودة عندي في هذا العدد طيب 7 9 ايش بساوي 63 طيب وين بدأ حط الفاصلة بما انه في عندي خانة وحدة فححط ها بعد خانة وحدة يعني بعد الثلاثة فحتصير فاصلة ثلاثة طيب بقى 25 في ثلاثة 25 في ثلاثة ايش بساوي 75 طب انا وين بدأ حط الفاصلة بعد خنتين ليش لانه العدد هنا في خنتين فبالتالي بنحط هان طيب الجيم جيم بساوي 623 ضرب 7 623 ضرب 7 هاي 623 ضرب 7 ايش بساوي العدد نيج نشوف 623 3 في 7 21 7 في 2 14 زائد 2 16 فبالتالي 6 وفي اليد 1 7 في 6 ايش بساوي 2 40 زائد 1 43 فبطلع عندي الجواب 4 361 يعني 4361 4361 وابدنا نحط الفاصلة بما انه مضروب عندي الرقم في فاصلة 7 فحنحط الفاصلة بعد خانة واحدة من العدد اللي انا طلعته فبصير رقم 436 فاصلة واحد من عشرة طيب 10 ضرب 36 من 100 زي ما حكينا اذا ضربنا في 10 يعني عدد من العشرات او المئات او الالوف بنحرك الفاصلة لليمين حسب عدد الاصفار اللي انا بضرب فيها فبما انه 10 يعني 0 واحد حنحرك الفاصلة خانة واحدة لليمين فحنصير الناتج 3 فاصلة 6 طيب ها 200 ضرب 0 فاصلة 46 من الف يعني رقم هذا عندي كيف بنقراء 46 من الف ليش لانه 3 خانة طيب 200 ضرب 46 قداش بطلع عندي 200 ضرب 46 بيطلع عندي 9 2 2 2 46 وبطلع عندي 0 يعني 9000 200 200 46 بساوي 9200 طيب اكم خانة بدي احرك الفاصلة موجود عندي الكسر العشرة في 3 خنات يعني حرك الفاصلة خانة خنت 3 فبالتالي هتيجي بعد الاتنين يعني الناتج رح يطلع 9.2 من 10 سؤال ثلاثة بيحكي لي اشترى معلم 7 الوان سعر العلب الواحدة 64 من 100 دينار واشترى قصتين للتلوين سعر الواحدة 58 من 100 دينار كم دينارا دفع البائع يعني اشترى المعلم بالأول 7 علب الوان قديش حق كل وحدة 64 من 100 يعني 7 ضرب 64 من 100 يعطيني قديش حق علب الوان واشترى قصتين للتلوين حق كل وحدة 58 من 100 لو اضربنا التنين وبعدها جمعناهم هيطلع لي قديش البائع دفع في الحالتين زي ما احنا شايفين طيب 7 ضرب 64 من 100 7 ضرب 64 نيجي نشوف 64 ضرب 7 ايش بيساوي 7 ضرب 4 ايش بيساوي 28 صح ولا لا 7 في 3 21 7 في 4 28 7 6 ايش بيساوي 42 و2 نطلع 44 40 40 طيب يعني الجواب 4 48 4 48 48 طيب وين بضع الفاصلة اه بحط الفاصلة بعد 5 ليش لانه 64 من 100 فيها 5 2 فبنحط زائد اصدقاء العزاء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وإلى لقاء جديد اشهد ان لا اله الا انت